لبيك لا شريك لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهدات المكرمين أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا ما كان منا واستر علينا بسترك الجميل واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم اغفر لآبائنا الذين سبقونا إليك واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا رحم الراحمين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخواننا الأكارم في هذا المجلس الجديد المبارك من مجالس شهر ذي الحجة الحرام وهذه الحلقة الجديدة من برنامج وأذن في الناس بالحج أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من إخواني الحجهم وأن يسره لنا في قابل الأعوام وأن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال آمين أيها الإخوة الكرام من المعلوم بأنه لله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص ومن خواص الله تعالى في أزمنته ودهره هذه العشر الأول من شهر ذي الحجة وقد كان سلفنا الصالح والخلف المتبع عليهم رحمة الله ورضوانه لهم أحوال وعبادات مخصوصة في الأيام المباركات وفي المواسم الفاضلة ولذلك نريد اليوم أن نقف على بعض أحوال الصالحين في العشر الأول من ذي الحجة وهم بصورة عامة كان كل دهرهم فاضلا كان كل دهرهم قربات إلى الله سبحانه وتعالى ولكن بلا شك من تساوى يوماه فهو مغبون بلا شك من يتساوى عنده اليوم من أيام الدهر مع الأيام الفاضلة فهذا قد غبنا نفسه من أحوال السلف كان سعيد بن جبير عليه رحمة الله ورضوانه الإمام التابعي الجليل كان إذا دخلت أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه ما معنى ذلك يعني اجتهاده لا يكاد يقدر عليه أحد حتى أن الداخل كان يدخل عليه فيقول لو قيل له غدا يوم القيامة لم يجد المزيد لو قيل له غدا سيكون يوم القيامة الذي يقال له غدا ستموت أو يقال له غدا ستقوم الساعة ما الذي سيفعله هل يفكر بشيء في الدنيا سيجتهد في العبادة عبادة المودع فهكذا كان يرى الإمام سعيد بن جبير الإمام التابعي والجليل الذي أخذ عن عشرات من الصحابة أخذ العلم عن عشرات من الصحابة التابعي والشهيد رحمه الله كان يجتهد اجتهادا شديدا لا يقدر على مثله حتى أن الداخل إذا دخل عليه يقول لو قيل للإمام سعيد غدا يوم القيامة لم يجد المزيد من العمل على ما هو عليه رحمة الله عليه وعنه أنه كان يقول لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر بمعنى لا تناموا بمعنى أقضوا هذه الليالي اتهجدا وتعبدا واستغلالا لأنها لا تكرر ليالي في دهر الله سبحانه وتعالى هي ضمن أعظم ليالي دهره كيف لا وقد أقسم فيها سبحانه وعن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه كان يقول صيام يوم من العشر يعدل شهرين هذا من أقوال إمام الحسن موقوفا عليه يقول اليوم الواحد من العشر الأول من ذا الحجة صومها يعدل شهرين من النوافل وهذا الأمر يعني من عظائم الأعمال لأن الصوم من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى وقد كان الإمام الحافظ ابن أساكر إمام زمانه الإمام المحدث المؤرخ الكبير كان رحمه الله تعالى يأتكف في شهر رمضان وفي العشر من ذا الحجة ما معنى يأتكف يعني يدخل المسجد لا يخرج منه يدخل المسجد لا يخرج منه الأيام العشرة لا ليلا ولا نهارا صيامه فيه إفطاره فيه صلاته فيه نومه فيه استيقاضه فيه في رمضان وفي العشر الأول من ذا الحجة علما أن الإمام ابن عساكر هو إمام زمانه وعنده مئات بل آلاف من الطلاب وهو صاحب المؤلفات الكبيرة يعني عنده التاريخ الكبير تاريخ دمشق بستة وسبعين مجلدا فهو متفرغ للعلم ولطلبة العلم لكن يترك العلم يترك التأليف يترك التدريس في رمضان وفي العشر الأول من ذا الحجة ينقطع إلى الله سبحانه وتعالى في المساجد وقد قال الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه إمام الشام الإمام الجليل شيخ الإسلام الإمام الأوزاعي رحمه الله يقول بلغني أن العمل في اليوم الواحد من أيام الأشر الأول من ذا الحجة كقدر غزوة في سبيل الله يصام نهارها ويحرس ليلها إلا أن يختص مرء بشهادة يعني معنى كلمة الإمام الأوزاعي هذه يقول العبادة الواحدة في في أيام العشر الأول من ذا الحجة تعدل يوم يوم جهاد يعني غزوة كاملة غزوة كاملة يصوم المجاهدون نهارها مع الجهاد ويقومون ليلها مع الجهاد يقول إلا الشهادة لا أذكرها لكن يصومون نهارها مع الغزو ويحرسون ليلها ليس قياما فقط يعني مع الغزو في النهار صيام ومع قيام الليل هناك حراسة ما معنى الحراسة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عيناني لا تمسوهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله هذا مقدار اليوم الواحد من أيام الأشر الأول بمعنى التعبد في هذا اليوم يعدل غزوة يصام نهارها مع الجهاد ويحرس ليلها والعين التي تحرس في سبيل الله لا تمسوهما يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه يقول نوافل عشر ذي الحجة في النهار أفضل من نوافل رمضان لأن قلنا أن الأيام العشر الأول من ذي الحجة في النهار أفضل من نهارات رمضان إلا الصيام صيام رمضان فريض لا يعدله شيء والليل في رمضان أفضل من ليالي العشر الأول طيب يقول نوافل العشر الأول من ذي الحجة في النهار أفضل من نوافل رمضان ومضاعفة فرائض عشر ذي الحجة أكثر من مضاعفة فرائض غيره وقال الإمام الأثرم رحمه الله تعالى وهو أحد تلاميذ الإمام أحمد الأثرم أحد نقلت المذهب أحد نقلت أقوال الإمام أحمد بن حنبل أحد مدوني كتب الإمام أحمد الإمام الأثرم الإمام الجليل تلميذ الإمام أحمد بن حنبل إمام يعني إمام السنة يقول أتينا الإمام أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل في العشر الأول من ذي الحجة في عشر الأضحى فقلنا له املي علينا العلم أو درسنا الحديث فقال إمام أحمد قال أبو عوانة الحافظ من كبار أمة المسلمين يقول كنا نأتي سعيد الجريري في العشر فيقول هذه أيام شغل وللناس حاجات وابن آدم إلى الملال ما هو وإنما روى الإمام أحمد هذه الحكاية لتلامذه في هذه المناسبة على وجه التأسي بمعنى نحن سنتأسى بهم كأنه يقول أعذروني لن أدرسكم في العشر الأول من ذي الحجة مع أن تدريس العلوم وإملاء الحديث ومن أعظم القربات ومن أجزل ما تنفق فيه نفائس الأوقات ومن أعظم العبادات لكن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول هذه الأيام علينا أن نختلي بالله لأنه يعرف مقدار ثمن هذه اللحظات وأنها ثمينة وثمن هذه اللحظات في العشر الأول من ذي الحجة لذلك امتنى حتى عن التدريس ليتفرغ لله سبحانه وتعالى مع العلم أن إملاء العلوم هو أيضا عبادة لكن أراد التفرغ قال الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله كلمة عظيمة قال لما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام كل الناس تشتاق إلى مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة لأن قلوبنا أصابتها الدعوة الإبراهيمية ماذا قال سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم كل القلوب تميل إلى زيارة الحج وإلى زيارة المدينة المنورة يقول الإمام بن رجب الحنبلي يقول نفوس المؤمنين كلها قد وضع الله تعالى فيها حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام ففرض على المستطيع الحج الله سبحانه وتعالى فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في العمر وجعل مواسم العشر التي هي أيام الحج يعني نفس أيام الحج مشتركا بين السائرين إلى الحج والقاعدين في بيوتهم فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمل في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لما ذكر الفضل العشر الأول من ذي الحجة قال ما من أيامنا العمل الصالح فيهن أحمل الله من هذه الأيام قيل ولا الجهاد في سبيله قال ولا الجهاد في سبيله فالإمام ابن رجب رحمه الله يقول الجهاد أفضل من الحج فالله سبحانه وتعالى أراد أن يعوض أصحاب النفوس المشتاقة إلى بيته الحرام المشتاقة إلى الحج أراد أن يعوضهم بعبادة هي أفضل من الجهاد هي أفضل من الجهاد فأعطاهم التعبد في العشر الأول من ذي الحجة كانت هذه بعض من اجتهادات السلف الصالح وأحوالهم في العشر الأول من ذي الحجة فبهداهم اقتده إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاحوا اللهم اجعلنا من المتأسين بصفوة خلقك من أنبيائك وأصحاب أنبيائك وسلفنا الصالح آمين يا رب العالمين واجعلنا من من يغتنم هذه العشر فيما قلناه كفاية لنبقي وقتا آخر لركن الفتاوى فنأخذ الآن فاصلا إن الحمد وليك لبيك لا شريك لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخواننا الكرام مرة أخرى وصلنا إلى ركن الفتاوى نستقبل أسئلتكم على رقام الهواتف الموجودة أمامكم على شاشة كاعدتنا كذلك من خلال تعليقاتكم على صفحة قناة الفلوجة في الفيسبوك والتي يبث فيها الآن برنامجنا بثا مباشرا حياكم الله نعم الآن اتصال عندنا الأخ أبو زينب بن بابل تفضل نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله خلال كنا أمين يا رب أمين دكتور برزعم على عدة لفش إليه شكرا دكتور أخو كثيرا ما نرى في المقابر البعض من الأخبار لما يمثلهم ميت يدفون ويا مثلا مصحف صغيرة أو مثلا كتية في أدعية تربة صفحة هل هذا صحيح ونألف كل جيد بعد أيام يتحول هذا المقابر إلى روائح كريهة وإلى حشرات فهل هذا صحيح أم لا يعني أنه في حالة المصحف يضيع ويا من ويا على رواح الكريه والسوائل صدقت بقاء الإنسان هذا واحد دكتور ويا أيضا دكتور معك معك خيط معك تفضل نعم نعم دكتور رجل التفضل هو زوجته بغض عده بس بطفل واحد بالمتوسطة فما تركه من أموال شيارة كده يصير كل هذا هذا الطفيل ومثلا أقوم أن يشاك بالورث عند الطفيل ذكر أو بنت 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 نعم وإذا مثلا متزوج جيرا أو أخوه الشخص آخر متزوج زوجات كمينة واحدة أم البنت اللي ترفت والثانية ما عدا أبطال زيان أم البنت أم البنت أم البنت أم البنت على ذمتها ولا مطلقها لا لا ما مطلقها على ذمتها يعني رجال توفه وزوجته وترك زوجة ثانية وبنت نعم تمام نعم تسمع الإجابة تسمع الإجابة لأجل تقسيمها شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا الأخ محمد من الرمادي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياك الله أيني شعلك شيخي الحمد لله بخير حفظكم الله شيخي أنا عندي مشكلة صارت مشكلة عامي عمي وزي ضربني حالة قصبية وضربت يعني اثبت الطب بانه توفي بسبب ضربتك يعني انجلت هو انجلت وورا ما انجلت باربع تشر ظل عايشة اربع تشر وتوفي يعني على انه الموضوع هو انه مات بسبب الضربة هذا يعني التقرير الطبي انه مات بسبب لا تقرير طبي طلع عنده انجلت ايه انجلت وورا ما انجلت ظل عايشة مباشرة يعني مباشرة لما ضربت انجلت ولا ايه وتقرير انه ساعتين هيش وورا ساعتين وساعتين نصف انجلتين طيب ايه الاطباء شو قلون اذا اذا مو مباشرة انه ربما جلت توافقت مع ضربتك يعني الجلت وورا ساعتين جلت هو ظلعه يعني ودوه على المضمد لبقيته هو وورما ودوه على المضمد ورجعوا للبيت انته باش ضربت compt Valoxed تقربا او ساعتين باش ضربت باش ضربت لما ودوه على المضمد باش ضربت عالعفو باش ضربتо بيدك ايه بايد ايه شوية من اضربه رح ودوه على المضمد مادوه لندعطلي剺د hareراسية عني ايه على راسا بابعود ضربت على راسي من ضربني مبعد مو بيدك من العسير كبيدك تقول لي ايه يعني ضربتا بعصا ايه 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 العفو شيخ ايه بس باب تعص ايه ومن ضربني وقف بي حال بالضروب فوقفر حسنوني شون يعني فقدي ردت فعل نعم متنقية ردت فعل ومتندم يعني ما أعلم شين ذا سويا ستعانو شين هو أهو عمي أخو أبو يا طيب طيب الآن ورثت إذا عوك بإرث أو عفوا بديا أو شي بعد نوالله بعدان يوال مشكلة بعد ما الحد لا ما تحلى طيب تسمع الإجابة إن شاء الله إن شاء الله شيخ الشعب حياك الله بالنسبة لدفن المصحف مع الميت في بعض الأحيان يدفنون المصحف مع الطفل أو حتى مع الكبير ما حكم ذلك أو أحيانا يدفن مسبحة طيب قبل أن نجيب حتى لا يبقى نتصال معلقا اتصال أخ خالد من ديالة فضل خالد معنا حياك الله يعني تفضل الحمد لله بخير الله يسلمك يبارك فيك الشيخ عند ابن عمي دائما يعني يعني عيب علي كدام العالم يعيب علي ويقول له الله خالقك مرح ثلاثة يسلمك إدام العالم وإنما ها يعني يحشي عليك بدون أي ذنب يعني لا حول ولا قوات الله بالله بدون أي سبب يعني وذا كما علي أي ذنب فيوني بدون أي ذنب العالم وإنما ها يعني زي أن والده موجود والده له عمك لا لا متوسي طيب أنت شنو ردت فعلك نما يتصرف ابن عمك هاي التصرفات والله شيخ ما كشي ستسوي لما يجي بيها قل لك ترى عنه هاي ترى عنه هاي شما يجي بيها كشي يجي بيها بس انت بإمكانك تدافع عن نفسك لما يفجلك أمام الناس يعني يغلط عليك أو يتكلم هذا الكلام أو رده وسكته قدام الناس كلها يعني ما يتاجل أنا أتكلم لك أرح أقولك أنه آثم وعاصي لكن أنت بالنسبة لازم تحافظ على مروتك وعلى كرامتك شيخ والله النوبل من ولي شجعة يعني ما أعرف يعني يعني شنسوي لما يعني يقلني يعني يعني هو أعرف من الله سبحانه وتعالى حتى يقول هذا الحال أحسن من هذا الحال لا حول ولا قوة الله بالله العلي العظيم على أي تحالي أخي الكريم تمام تمام أجيبك عندك سوال آخر يعني أنا أقول حفول علي حفظي الله ونعمل وكي طيب عندك سوال آخر عني لا والله شكرا شيخ لا 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 ما عندي لا يا مرحبا دفن المصحف عندنا اتصال آخر تمام أم عبد الرحمن طينا وبعدين أوقف الاتصالات طيب الأخة أم عبد الرحمن من كاركوتا تفضلي أديت هذا تركيخ نعم تفضلي معك أم عبد الرحمن تفضلي خير أتألم تفضلي أنا أدي وليات وبني ماتوا الله يرحمهم وأنت أسوي لهم رحية يعني كل سنة أضحي لهم أضحي لهم كل سنة أضحي لهم أما يتقبل لهم وأنت أضحي يعني أخلي أنا نفسي طيبة بس ابني وبنتي وزوجي ميتين يعني يصير لهم ما يصير طيب أي وأني ابني وميهم ميتين طلعت لهم براجة اثنين كل واحد أنا براج زين يعني هست مثل الجد أريد أصي مثل الولدي أريد أني أصلع من حطيتهم أصيهم أنا أصي زينة الحمد لله والشكر الله يزيدك يا الله الجد أصيهم الإبن والبنتي أه أنا مجعني أنا أصلع من حطيتهم يعني عندك ابن وبنت أحياء الآن ولا قصدش هما نفسهم الأموات يعني قصدش عندك ابن وبنت أحياء تسألين تنطيهم ولا لا أي أجي والجدين طيبين الحمد لله والشكر الله يحفظهم يا الله بس أنا مددان يعني هذا الميت خي زين زين تسمع الجام إن شاء الله طيب الآن وقف الاتصالات استاذ عيني بالنسبة لدفن المصحف مع الميت لا يجوز قطعا هذا فيه إهانة المصحف وليس فيه نفع للميت الميت المصحف الذي يأخذه معه القرآن الذي في قلبه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن تبارك سورة تبارك من يقروها يوميا بعد صلاة الفجر تنجيه من عذاب القبر وأن الذي يحفظ سورة تبارك تنزل معه في القبر في قلبه تحرسه من جميع جهته فإذا جاءت الملائكة من جهة رأسي تقول له لا قبل لكم به خلاص هذا الباب مزدود فإذا جاء من اليمين لا قبل لكم به من اليسار لا قبل لكم به من جهة القدمه لا قبل لكم به تحرسه سورة تبارك هذا القرآن الذي يحفظه الميت وليس المصحف الشريف الذي سيتعرض إلى إهانة عندما ينزل في القبر أولا الإنسان سيتحلل كما ذكر الأخ سيتحلل جسده ويتعفن ويكون فيه الدود وقد يخرج منه يسمى الزهم زهم الميت هذا مثل الدهن مثل الزيت هذا سيكون يعني يلطخوا المصحف الشريف وهذا ليس من الأدب تمام؟ إضافة إلى أنه يكون تحت الأرض والناس تمشي فوق الأرض الناس تمشي فوق الأرض هل من تكريم المصحف أن ينزل تحت الأرض؟ لا يا أخي لا ليس هكذا لا يجوز إنزال المصحف مع الميت في القبر هو لن ينفعه بشيء وأما مسألة السبحة يا إخوان السبحة ليست مكرمة بنفسها السبحة هي وسيلة لعد حتى الإنسان ما يتيه ما بيها شيء ما بيها مشكلة إذا كان بعض الصحاب رضي الله تعالى عنهم يسبحون بالحصى وكان بعضهم يعقدون الحبل عقدا حتى يسبح به فالسبحة لها أصل الشريف ما بيها مشكلة لكن هي ليست مكرمة بذاتها مثل خياط المصحف هو خياط هو قطعم شريط لكن نضعه لنعرف أين وصلنا في القرآن ليس مقدسا بذاته كذلك السبحة السبحة هي مو مقدسة بذاتها واضح إنما هي وسيلة لمعرفة عدد التسبيحات على شون تمنزلها ويا بالقبر شون قبل هي مقدسة هي نايلون وخيط ما المصوف حال لحال غير ما بيها أي تقديس ولا أي تكريم لكن نذكر الله سبحانه وتعالى فيها لنعرف العدد وسيلة لمعرفة العدد ليس أكثر لا ينبغي أن ينزل مع الإنسان في القبر إلا الكفن لا ينزل معه إلا الكفن الإنسان هو ينزل في قلبه الأشياء التي تبارك القبر تنير القبر توسع القبر تحرسه من العذاب كلها أشياء تنزل معه في القلب وهو العمل الصالح لن تأخذ معك إلا عملك الصالح نعم الكفن ليس فيه جيب طيب الآن هنا مسألة قسام شرعي إرث توفي رجل هو وزوجته وتركوا بنتا كيف سيكون الميراث أولا إن كان لأحد الأبوين طبعا بالنسبة للميراث نفس الشيء أملاك الزوج أو أملاك الزوجة هم بينهم لا يتوارثان إذا مات إثنان سويا يعني يسقط الأرض بينهما لكن إذا كان عند الزوج أبوان فلكل واحد منهما السدس إذا كان للزوج أبوان أم وأب لكل واحد منهما السدس بنسبة البنت ترث النصف نصف تركة الأب لهذه البنت نصفها لأبويه لكل واحد منهما السدس الثلث يروح المن الأمة والأبو ثلث يعني كل واحد السدس السدسين ثلث الباقي يذهب لإخوانه وأخواته للذكر مثل حظ الأنثيين الأخوته والخواته سهميا هذا الباقي اللي يبقى من التركة لإخوانه والأخواته للذكر مثل حظ الأنثيين هذه بالنسبة للرجال بالنسبة الزوجته إذا ما كان عندها شيء خلاص هي ماتت الله يرحمها أما إذا كان عندها أملاك خاصة بها الزوجة فتقسم بنفس هذه الطريقة نصف أملاكها للبنت ولأبويها إن كانوا أحياء لكل واحد منهما السدس وطبعا الباقية للأولاد والبنات يعني إخوانها وأخواتها للذكر مثل حظ الأنثيين طيب لنفترض أمها وأبوها أموات نصف للبنت هذا حق يعني نصف للبنت هذا يكون ثابت إذا ما عندها أم وأب فالنصف الباقي طبعا لكلهما بنسبة لأبو البنت وللأم البنت الله يرحمهم إذا أمهم وأبوهم مو أحياء فالنصف الآخر يذهب للإخوان والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين زين هاي إذا كان رجل وزوجته زين إذا الرجل عنده زوجتين وحدة ماتت وياه ووحدة لا موجودة بالنسبة للبنت أيضا نصف ثابتة وبالنسبة للأب والأم أيضا لكل واحد منهما السدس ثابتة إذا كان عندهم إذا كانوا موجودين بالنسبة للزوجة الباقية إلها الثمون إلها الثمون التركة أما الباقي ما يتبقى فيكون لإخوانه وإخواته للذكر مثل حظ الأنثين لكن لو عنده ولد هاي لأنه بنت لو عنده ولد كان استحوذ على التركة فقط الأم والأب ما يحجبهم أحد الأم والأب لكل واحد منهما السدس والباقي كان راح للولد الإبنة لأن الإبن يحجب عمام وعماته يحجب عمام وعماته كان المتوفين كل شي ما كون إخوتهم بس لأنها بنت البنت لا تحجب الأمام والأخوال طيب لكن لها النصف تأخذ نصف التركة البنت طيب هي لي في السؤال كانت بنت الأخ الذي يسأل بأن ابن عمه يعيبه أمام الناس الله تعالى يقول الله تعالى يقول وفي الآية الأخرى قال تعالى وَيْلُ وَاَدٍ وَاَدٍ أخطأ حكمك أنت أيها المستاذي أحسن هكذا تقول أحسن من حكم الله لأن الله راد وذكر وأنت تقول لو كنت أنثى أحسن أنت تدد نفسك تدد نفسك تدد نفسك تقول لو ما تقول تدد تقول أنا رأيي أحسن من رأيي الله استغفر الله العظيم يا رب لو الله خالقك مرة أحسن يعني حكمك أنت أحسن من حكم الله تدد نفسك جدا تحكي لو ما تحكيه هنالك أناس يكفرون من غير إلا أن يعلموا يا إخوان حسن نية ما يكفي نوبات إنسان نيتة صافية لكن يقوم بعمل خطأ أحيانا يكفر وهذا الحسن نية ليست دائما تشفع كثير من الأعمال ابتدأت بحسن نية فعبثت بها النفس الأمارة بالسوء فانتهت بصاحبها إلى نار جهنم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سأيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يحسبون هو نيتهم سليمة لكن الله تعالى في النهاية وصفهم بأنهم من الأخسرين أعمالا عموما يسأل الأخ السائل المستهزئ به ليس المستهزئ يقول من حق يقول حسب الله نعم الوكيل طبعا طبعا أنت مظلوم أنت مظلوم بحسب سؤالك أما الأمور المحيطة بالسؤال أنا لا أعرفها لماذا يستهزئ بك لا أدري لكن عموما الاستهزاء بسورة عن محرام يعني مرة النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى رجل فقير الناس تستهزئ بالفقير تستهزئ بالمجنون تستهزئ بالذي عنده مثلا عاها يستهزئون به لكنك لا تعرف ما كانتها عند الله رجل فقير جالس سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه ما تقولون في هذا قالوا رجل فقير حريم به إذا قال أن لا يسمع وإذا طلب أن لا ينكح لما يمشي على مرة ما ينطوب وإذا استشفع أن لا يشفع يعني اللي مثلا مني سألف مو كل الناس تسمع له ومني يتوسط ما حدي وسطه إذا تشفع أن لا يشفع ولما يمشي على الناس ما ينطوب فقير طيب قال فما تقولون في ذلك وأشار إلى رجل غني قالوا حريم به إذا قال أن يسمع مني تكلم الناس تتنصت له وإذا تشفع أن يشفع لما يتوسط الناس توسطه تقبل جاها وإذا طلب ينكح لما يمشي على الناس تنطي فقال صلى الله عليه وسلم فإن هذا الفقير خير عند الله من ملء الأرض مثل هذا إذا تملي الكرة الأرضية كلها مثل هذا هذا عند الله أحسن منهم كلهم فانظروا إلى صفات الناس وإلى صفات الله قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وصفوا بماذا فتى والله تعالى يقول إن إبراهيم كان أمة أمة وقالت قريش في النبي صلى الله عليه وسلم شاعر مجنون والله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أنت رحمة عامة للعالمين حتى للملائكة والجن فانظر إلى منزلتك عند الله لا عند ناس في النهاية أنت سيؤول أمرك إلى تقدير الله أما تقدير الناس فكلام لا يسمن ولا يغني من جوع عموما يحق لك أن تحتسب عليه لكن قل له ذلك قل له والله إذا ظلت فشل بي قدم الناس ألا تحسب عليك وعندما تقول حسب يا الله وحنما الوكيل يعني نقلت ملف القضية من الأرض إلى السماء طيب الحاجة التي سألت بأنها تريد أن تضحي لابنها وابنتها بأضحية وأضحية لزوجها يمكنك يا أمي أن تضحي لنفسك أضحية وتشرك بثوابها ابنك وابنتك وزوجك رحمهم الله الأصل في الأضحية أنها للحي وليست للميت الأصل في الأضحية أنها للحي وليست للميت ويمكن أن يشرك عندما يوزع اللحمها صدقة صدقة من الصدقات والأضحية من أنواع الصدقة لكنها شعيرة خاصة يمكن أن تشرك في ثوابها أمك وأباك وابنك وابنتك وزوجك رحمة الله تعالى عليهم أشركهم كلهم فإن الله تعالى واسع كريم ويصل الثواب كاملا بإذن الله غير منقوص وذكرت بأنها وضعت برادات برادات ماء لأمها وأبيها جزاك الله وخيرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقيوا الماء في هذا الحار البرادات شايفين إحنا بيعوننا يجي واحد على البراد يشرب مي والرحمة الله والديكم رحمات رحمات كبيرات حقيقة مسألة البراد من أعظم الصدقات يصل الثواب وإن شاء الله يبردوا قبورهم رحمة الله عليهم وذكرت بأن عندها اثنين من أولادها أحياء أسأل الله تعالى أن يحفظكم وأن يرزقك برهم لا أدري ما هو السؤال لهم يعني إذا أنت تصدقت بها الصدقات أو على رواحهم خاموة تعتبرين ظالمة الولديتش يمكن هذا سؤالك لا مو ظالمة المال مالك وش تريد سوم به من صدقات من مثوبات كلها يحق لك ذلك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك زيان عندنا اتصال الأخ محمد من الموصل تفضل محمد معنا أم علي معالي من الموصل إذن راحل التصال مع محمد عندنا أم علي تفضل يا أختي أشهدك شيخ يا مرحبا أهلا وسهلا يا أهل الذي تعندي أسئلة بس أسألت فضلي أنا زوجي شهيد ووالدي شهيد الله يرحمهم يرحمنا فينك وفاعدة أولهم أضحية والوالد كي وأنا أولاد اسمين والدت موجودة الراتب مال من الراتب مالزوجي بسم من بسمك واسم الأيتام زيان أم وأبو موجودين بالراتب لا يعني أخذوا خصصتهم طيب بس لي والأولادي تمام تمام ويقولون يعني لازم البل الضحية كلتهم وبس آمن المشترى الضحية بزوز أضافري وقص شعري ما يعني بغي فترة الضحية طيب الراتب مالذي تفضل وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لانك شي خالي جونك يا أهلا أبوائل يا مرحبا يا أهلا وسهلا شي خالي يتفضل كميوم لكي تبنيه بالتوادم بنيه بالتوادم العشر الأوائل بسؤالك لكي تبنيه لكي تبنيه بالتوادم البنية قبلت بيه بدأ أمها ما قبلت أمها أمها ما قبلت في كل جنود ودي مريض زين إذا قبلنا يقولوا ما معلم معلم زين أبوها موجود أبوها لا أبوها ماتري أبوها متوفي لا أبوها موجود زين شنو رأي أبوها أبوها ماتري ماتري بدأ أمها ما قبلت كل إني البنية قال إقدر بيه عجل إقدر بيه عجل بدأ أمها ما قبلت زين حاول أنتصل حاول حاول أخي وائل حاول أن تتوصل ويا والدها إذا وافق والدها و هي وافقت واتزوجتها ما رحتك يقول يا أمي يقول يا أمي أنا حوله بالأقوة الله بالله زين عيني يا وليد يا غريت ها عيني إذا جونك إذا جونك في دول عمرك أنا بخير الحمد لله أنا مستهلك كل جمستهلك في دول عيونك يا طيب يا حلو الله يبالك بيك حبيب الغالي حبيب الغالي وائل طيب عيني ماشي حسام من إديالة تفضل عيني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ شوالك عيني الله يبارك بيك يا طيب حياك الله شيخ رحمل والد كاني نزلت على المد يعني أطيام شهرا كاملا زين لما تدرب نفسك ما تقدر وانت صاحب على إشجابك عليهش نذر يعني بعض الناس تنذر نذر لما يصير أمام أمر صعب عبالة يقول لك يلا خلي الله يستجيب لي بعدين هو أنا ما راح أقدر ترى ملعبة يا ابن عمي ملعبة أقدر أن تفدي يعني أقدر أن تفدي الآن أجاوبك عندك سؤال آخر بس ملعن الآن لأنك أسئلة قبلك من الجاوب من يوصل لك تبقى تابعنا على التلفزيون من يوصل الدور السؤال أنت هذا قاعدين قاعدين حياك على بيك طيب بالنسبة لأخت التي سألت عدة أسئلة حول الأضحية أبوها وزوجها شهداء رحمة الله عليهم وتريد أن تضحي أضحية وتشرك بها زوجها وأباها وأمها وأبنائها طيب هل يجوز ذلك نعم اهدي لهم الثواب نعم يجوز إهداء الثواب لهم الأصل أن الأضحية لك ولأبنائك وقلنا الأصل بأن الأضحية تكون للأحياء وأشرك بالثواب بثواب الصدقة صدقة هذا اللحم بثواب لحم هذه الشعيرة المباركة أشرك زوجك وأباك فيها نعم يجوز ذلك والأصل أن الأضحية لك ولأبنائك تقول هل يجوز من الراتب نعم مادمة الأضحية لك ولأبنائك والراتب هو لك ولأبنائك الراتب ترى موراتب زوجك الراتب راتبك أنت زوجك توفي والميت لا يملك الميت لا يملك شيئ أنا الملك ملك الأحياء الراتب الآن باسمك نعم هو لأجل زوجك لكن هو الراتب الآن هو ملكك وملك أبنائك وبما أن الأضحية لك ولأبنائك يجوز ذلك ولا مشكلة فيها بنسبة لقص الأضافر على صاحب المال فقط منه دافع مال الأضحية يعني أنا أضحي عن نفسي وعن زوجتي وأبنائي وأمه وأبوي بس أنا ما أخذ من شعري ومن أفضاري وهي سنة وليست فرضا سنة وليست فرضا طيب بحيث لو أردت أن أخذ من الشعر ومن الأضافر لا مشكلة في ذلك يعني لكن السنة التزامها أفضل إذن عليك فقط أنت مسألة قص الأضافر والشعر وبالنسبة للتوكيل هل يجوز هل يجب أن يشهد المضحي أضحيته لا ليس واجبا من السنة أن يراها من السنة إما أن يذبحها بيده أو أن يحضر ذبحها لكن لو لم يذبحها بيده ولم يحضر ذبحها هل يجوز نعم يجوز هناك مؤسسات تذبح في اليمن تذبح في أفريقيا تذبح في الشمال السوري المنكوب تذبح في هذه المناطق قد يكون أكثر أجرى مما لو ذبحتها بيدك أو لو شهدت ذبحها لأنك إذا ذبحتها في بيتك أغلب الذين يأكلون هم بالأصل شبعونون لكن تلك الديار نفس جاء في اليمن هناك من يأكل أوراق الأشجار والله لا أقول هذا مضرب مثل على مزاح يأكلون أوراق الأشجار رمضان رأيتم مقطعا لعائلة تقول رمضان كله والله لم نفطر إلا على ورق شجر وماء رمضان كاملا مرأة وأطفالها اليتامة فالذبح في تلك المناطق أفضل من أن تذبح فالأخت سألت تقول هل يجوز أن وكل القصاب نعم أختي وكل القصاب ليس شرطا أن تحضر أنت الذبح الأضحية نعم أم محمد من الأنبار تفضلي أختي وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخنا عند ثلاثة أسلالي رحمة الوالدية تفضلي أختي أنا أصل للاثنعش يعني عادويا الصلاة يعني مثل الظهر أصل لهنوياهن العصر يعني عاد يعني ماكوش كاف شنوها الاثنعش ماكو مانع شنوها الاثنعش ركع ما ليش يعني ما الرواتب الاثنعش قبلية والبعدية طيب يعني عادويا الصلاة ماكو مشكل هي الرواتب مع الصلاة والسؤال الثاني هي إذن ما نقول قبلية وبعدية يعني أنشر عادية بس نطين مجالك هن القبليات والبعدية مع الصلاة هيتكون بعضها قبلها وبعضها تكون بعدها أي وشنو السؤال هو يعني ويا الصلاة مثل إذا وراها عادي مثل الظهر أو العصر وراها عادي yani ماكوش كاف طيب السؤال الثاني عندي يعني أرملة وعندي راسب مع التقاعد مع الحجي متوفي يعني أسوى خير وأذب جامع يعني هذا يصال كل شهر يعني مثل أخذ مثل أشوف جامع مثلا دير أمم دي يعني أخذ وألطي يعني شخص لهذا طيب لك سؤال آخر مشكور يا خير أهلا وسهلا أخونا الحبيب والمتابع وائل ذكر بأنه الله سبحانه وتعالى يسر وكان يبحث عن زوجة ويسر الله تعالى له زوجة هو مريض أسل الله تعالى والزوجة وافقت لكن أمها ترفض شف عيني إذا وافق أبوها أبوها إذا وافق ووافقت البنت وتزوجوا رغم رفض الأم البنت لا تكون آثمة لأن هذا هي الرح تعيش ويكمومها صح ولا لا فإذا استطعت أن ترسل بعض الوجهاء من أعمامك من أهلك كذا ليقنعوا أباها بل كتحصر لكم أبوها أو تندل بيتهم مثلا يقنعون الأب إذا وافق الأب لأن الولاية لأبيها النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاها إلا بولي فإذا وافق أبوها فالولاية لأبيها ليس لأمها فإذا وافق الأب وهي وافقت وتزوجتمها رغم رفض الأم نعم هذه المرأة لن تكون آثمة وأسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أدعو لك بظهر الغيب إن شاء الله أدعو لك بظهر الغيب وأرتجي أيضا دعاك أن يسر الله سبحانه وتعالى لك الزواج طيب ألخ الذي نذر أن يصوم الشهرين لاحظوا أخي لاحظوا إخواني هناك نذر يسمى التعدي بالنذر أو النذر المتعدي وهو أن ينذر الإنسان شيئا هو يألم بأنه لا يستطيع أن يقوم به مثل قبل مدة واحد يقول أقول نذر تختم القرآن ألف مرة إيش وقت تختم ألف مرة ما تقول لي إيش وقت تختم ألف مرة إذا تريد تختم كل شهر مرة إنت يراد لك تقريبا 83 سنة يالله تكمل الألف ألف شهر 83 سنة تقريبا إذا تريد تختم كل أسبوعين مرة هم يراد لك فوق الأربعين سنة إذا تختم كل أسبوع مرة يراد لك بالعشرين سنة يالله تكمل ختمات متتالية فهذا يسمى التعدي بالنذر كل إنسان آثم عاصي لله سبحانه وتعالى يدفع كفرة يمين يخلص من النذر أو ذاك اللي النذر يصلي مليون ركح ما ديش قد قال يعني على يتيحال فإذا إنسان كان قويا مستطيعا للصيام ونذر أن يصوم شهرين هذا ليس من التعدي بالنذر لأنه مستطيع أما إذا كان عاجزا أو مريضا وهو لا يعلم وهو يعلم بأنه لا يقدر أن يصوم الشهرين متتابعين ورغم ذلك ينذر يكون آثما عاصيا لماذا يعني كأنه يحتال يتحايل على رب العالمين يقول يا الله خل أنذر أصوم شهري أنه يخوش عباده يلعد هي إذا صارت عن رب ما رح أقدر أصوم أقدر أخذ فتوى ملعب يا أخوان ملعب أولا عليكم أن تعلموا بأن النذر لا يكون سبب الإقضاء الحوائج أنت لما نذرت على شغل الشهرين وصارت أنت عبالك من وراء النذر ما لك صارت من وراء صيامك لا يا ابن عمي لا ممن وراه هي قدر لها أن تكون أنت تيسر ربما بدعوة ربما الله عندك عمل صالح و الله سبحانه وتعالى يسرها به ممن وراء النذر أصلا النذر مكروه شرعا وهو يسمع عبادة البخلاء عليتي حال شوف عينيه نرجع لسالفتك إذا كنت قادرا على الصيام غير عاجز أكو فرق بين إنسان عاجز وبين إنسان متكاسل العاجز حتى برمضان ما يقدر عنده مرض مزمن عنده شيخوخة أما والله يقول لك الصومت عبني لأنه عندي شغل جرب أن تصومه في الشتاء جرب أن تصومه في الشتاء حيث النهار قصير والجو بارد ما بلا جوع ولا عطش فإذا قدرت أن تصوم يعني تبلش الصوم تبلش الصوم فإذا وصلت إلى حالة لا تستطيع أكمال النهار مو كسلا ولا تعبا ولا عطشا ولا جوعا بلا شك هو الصيام جوع والصيام عطش والصيام تعب لكن إذا وصلت إلى عدم القدرة على حفظ توازن ما قدرت تتكمله عندئذ تفطر تدفع كفارة يمين يقول النبي عليه الصلاة والسلام كفارة النذري كفارة اليمين أما إذا كنت مستطيعا لكنك تقول أتعب أكيد تتعب هو كوهد يصومه يتعب فإذا كنت قادرا مع التعب فالتعب ليس عذرا إنما عدم القدرة عذر عندئذ تدفع كفارة إطعام عشرة فقراء فقط وتتخلص من نذرك بالنسبة للركعات الاثناش النوافل نعم هذه التي من لازمها ووضب عليها يا ابن الله تعالى له بيتا في الجنة ركعتان قبل صلاة الفجر وأربع ركعات قبل صلاة الظهر وركعتان بعدها أشغط صارا ثمانية اثنين قبل الظهر وأربع قبل اثنين قبل الفجر وأربع قبل الظهر ستة اثنين بعد الظهر ثمانية ركعتان بعد المغرب عشرة ركعتان بعد الإشاء اثنى عشر هاي كلها تسمى السنن الرواتب وهناك سنن أخرى غير هاي الاثناش مثلا اربع قبل العصر اثنين قبل المغرب اثنين قبل العشاء وهكذا لكن هذه آكدها هذه الاثنى عشر آكدها وذكرت أيضا أخوت أنها تضع أموالا في المساجد من راتب تركه لها المرحوم هل يصل الثواب يصل الثواب لك ويصل الثواب لزوجك ويصل الثواب لكل من تشملينهم بالدعاء تقولين عن روح أبوي وأمي وزوجي إذا عندش أحد من القارب متوفين يصل الثواب إليهم غير منقوص أبدا بل يمكنك أن تنوي عليه إذا كنت مريضة تقولين يا رب بنية الشفاء هم يصير لأن هذه صدقة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم للصدقة إن كان متصدق هو أو كان أحد المحيطين به وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ومنكم صالح العمال انتهى وقت البرنامج أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمراضيه أسساكم الله خيرا بحسن المتابعة نلقاكم غدا إن كان لنا في العمر بقية إن شاء الله صلى الله وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فتمتم بخير ودمتم بعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر